لما أنا أجي مثلاً أقول حيارت قلبي معاك حيارت قلبي معاك هي مقامها كرد فأنا بعرف حضرتك أنه مقام الكرد ده مقام لطيف جداً هادي جداً طالما أنا قلت هادي ولطيف أنا مش محتاجة أن أنا أقدي باور كتير مش محتاجة أفتح بوقي مقام ما فيهوش 3-4 تون فدايماً بنخلي الأداء تعبيري أكتر من مهاري يعني إيه؟ يعني بحط مد معاك خلينا نقول بالمثال عشان الموضوعية بقى ومفهوم أكتر لما أنا أقول مثلاً حيارت قلبي معاك وأنا بداري وخبي جملة هادي جداً هل أنا محتاجة أفتح بوقي وأنا بقولها جامد؟ يعني ينفع أساساً مش طعف تقولها مش تعرف طيب وأنا بداري وخبي دي أحلى ولا الأولانية؟ أولانية ليه؟ لا مع أن بداري أخرها إيه؟ هيقولي إيه الحرف المد لا طب ما أنت هلو أنت بتتكلم بالعربي بتقول بداري ولا بتقول بداري؟ لا من الأولانية يبقى أنا زي العربي حترجم تقطيات الكلام هل اللي أحنا ينفع أقول حيارت قلبي معاك اللي بيسمعني هيقولي بس فيه أوفر شوي فيه حاجة فيه أوفر جوش أنت عملت إزاي؟ أبو أنت أصلاً بتسمعني عملت إيه؟ عملت كده على طول لأن أنت لقيت فيه افتعال اللي افتعال ده جاي من إيه؟ من المقام كورد يعني إيه برضو؟ ما أنا عندي نوعين من الحاجات دي العرب اللي أنا عملتها دي اللي هي دي العرب اللي فيها استعراض شوية اللي هي حركات كتير في مدة قليلة لكن أنا قلت إيه؟ حيارت فأنا مجرد زقيت المد بس دي اسمعها عربة تعبيرية الحيرة عارف لما تقول ياه فأنت ياه دي عملت إيه؟ أنت زقيت مد الكلمة بس فأنا مش بس بناخد المقامات إحنا عجان نغني لازم نفهم المود اللي انت فيه